أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول ما حكم التداوي بالأدوية المعاصرة التي يدخلها شيء من المحرمات ومنها بعض المواد المسكرة نعم الأدوية التي يدخل في تصنيعها شيء من المحرمات كشحم الخنزير أو الكحول هذا إن كان ما خلط بها ضاع ولم يبق له أثر إنه لا حكم له لا مانع من التداوي بها لأن هذا المحرم زال وتلاشى ولم يبق له أثر واستهلك في الدواء هذا لا يحرم لأن الأصل الحل أما إذا كان له أثر باقي في الدواء له تأثير في الدواء باقي ولم يستهلك أو حرام نعم